شهد الكرام مستمرون معكم في تقديم باقي فقرات برنامج العالم هذا الصباح وإلى الشؤون البلدية التي تواصل عملها ليلا ونهارا للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لدولة الكويت نتابع جهود متواصلة لبلدية الكويت من أجل المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للبلاد وفي سبيل ذلك تقوم الإدارات المعنية في البلدية بحملات متعددة منها ما قامت به اليوم إدارة النظافة وإشغالات الطرق ببلدية العاصمة بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي بعمل جولة تفتيشية على سوق الأثاث المستعمل في منطقة الري لغضاء على ظاهرة تستقلال المساحة التي تقوم فيها بعض المحلات دون الحصول على ترخيص من غبل البلدية وتكرار المخالفات تم قلق تلك المحلات بناء على توديهات معالي وزير الدولة شؤون البلدية وبشراف عام من السيد مدير عام البلدية بتطبيق القانون بحذافيره وتطبيق تيميل أواحي البلدية على المحلات المخالفة لتكرارهم مخالفات من القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي هي استقلال الساحات وعرقلة المرور كما أنتم شايفين الحين من أثاث مسعمل الجولة أسفرت عن عدة مخالفات منها استقلال مساحات بطريقة عشوائية وعرقلة المرور وفتح محلات بدون ترخيص رسمي إضافة إلى عدم التغييد باشتراطات النظافة العامة تم إبلاغهم أكثر مرة بالتنبيع عليهم في إزالة المخالفات وتم تحرير المخالفات لهم وإخلاق بعض المحلات تبين بعض المحلات في أحد المحلات عندها ترخيص الباقي كلهم مخالفين للترخيص ومخالفاتهم وشغلات الطريق ونظافة عامة على المنطقة بشكل عام الحملات التفتيشية للبلدية مستمرة في جميع المحافظات للقضاء على أي ظاهرة سلبية مخالفة للقانون وللارتقاء بمستوى النظافة العامة في الكويت حسن بن غيام تلفزيون دولة الكويت